إن لله وإن إليه راجعون كابوس كبير لازم يتكرر كل فترة والتانية وللأسف ولا بيحصل حل ولا الناس بتاخد بالها بقدر المستطاعات حوادث القطارات في مصر للأسف الشديد بقت كابوس متكرر وده مش بس بيسبب خسائر بشرية لكنه كمان بيكشف عن مشاكل كبيرة في إدارة وتشغيل السكك الحديدية الناس بتتعامل مع القطارات يومياً باعتبرها وسيلة مواصلات أساسية وكمان لأنها أرخص شوية من المواصلات الحالية لكن في المقابل الحوادث بقت تهديد دائم لحياة المواطنين عندنا حدستين مروعتين حصلوا يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 أول حدثة مؤلمة لطفل صغير عنده 8 سنين كان رايح للمدرسة حاول يعدي شريط السكة الحديد في إنا لأن المدرسة كانت في الطرف الثاني من السكة الحديد لكن للأسف الدهس تحت عجلات الأطر المشهد كان مأساوي جداً وربنا يصبر ولده وولدته والأهالي مقدروش يعملوا حاجة غير إنهم يبلغوا الشرطة وينقلوا الطفل للمشرحة الحدثة دي كشفت عن غياب الإشارات التحذيرية وأهمية تأمين المزلقانات بشكل أفضل خاصة في المناطق اللي فيها أطفال وسكان كتير أما الحدثة التانية فكانت في الأليوبية وتحديداً محطة كفرطحة لما راجل وأعمد الأطر وهو ماشي بأقصى سرعة والسبب غالباً كان في التزاحم أو إن الباب كان مفتوحة أو يمكن زي مشائع في أكثر القطارات إن مفيش باب أصلاً وطبعاً اتوفى في الحال والجثة اتنقلت في الحال المستشفى وحالياً الشرطة بتحقق في الحدثتين وطبعاً في حوادث مشابهة كتيرة جداً لحوادث القطارات تقريباً بتحصل حدثة كل يوم أو اتنين وده لأسباب كتيرة أهمهاً القطارات قديمة والبنية التحتية متدمرة المزلقانات غير مؤمنة بشكل كافي والقطارات غالباً بتتحرك بأبواب مفتوحة أو غير موجودة من الأساس وبنشوف كتير شباب واقفين على حفة أبواب القطارات ده غير العدد الكبير من الركاب مع قلة العربات اللي بيزود فرص للحوادث وسكوت الحكومة أو التباطق في الحل وكمان عدم انتباه المواطنين بيزود عدد الحوادث مستهترين في حياتهم لازم يكون في استثمار حقيقي في تحديث السكة الحديد وكمان الناس محتاجة تفهم خطورة التعامل مع القطارات بطريقة غير آمنة واستهتار الشباب اللي بيزود عدد الحوادث الحوادث دي مش مجرد أرقام أو أخبار دي أرواح بتضيع وظروف بتسيب أثر في عائلات كاملة لازم نعمل وقفة ونفكر في حلول جذرية تمنع الكوارث دي من التكرار سواء من جانب المواطنين أو من جانب الحكومة المصرية تمنع الكوارث دي أرقام أو أخبار بطريقة غير آمنة تمنع الكوارث دي أرقام أو أخبار بطريقة غير آمنة